التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق اسام عسكر رئيسي اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة اساليب تطوير الاداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الامن القومي المصري وكذلك اساليب العمل داخل القوات المسلحة واجراءات تطويرها وتحديثها كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا يتميزهم في اداء المهام المكلفين بها والقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها على اكمل وجه مؤكدا ان القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير امكانتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة واشار القائد العام للقوات المسلحة الى ضرورة الحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتلي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الاسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في اعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ اي مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر